من بلازما كاراكترس و كونتينس البلازما تمثل 55% يعني الماجورتي او دبلوت بلازما الدوميات او دبلوت بلازما في نفس الوقت هي اقل في الكسافة خفيفة لان معظمها مية 90% منها اوتر فيها بروتينز ا معظمه البلوين في كلوتينج فاكتورس وفي ميونوغلوبينز أو أنتيبوتس لما خمسة في نيوترونز مواد يزائية زي الائر فيها ميتابوليك بروتكت ويست بروتكت زي الوليك أسد اندو بروتين فيها هورمونز زي الانسلين و اخر هورمونز كتيرة فيها جازز زي الو 2 و سيو 2 فيها ريجولاتي السابسنس زي الهورمونز بارتوس طيب الكالر بتاعها مركز عليه بين جدا الكالر بتاع بيكون لونه ييلو واضح طيب في ساعة تلاقي البلازمية لونها أحمر وده يتلم بيكون هيموليتك يعني في تكسير في تكسير طب لما يكون من ديستراكشن ده زايد قوي كتير جدا يطلع مش بس هنا هنا بيطلع هيموليتك انيميا ويبقى ماشي في الدم نوع على هيموليتك انيميا فبيخلي اللون الأحمر طيب لو كان زيادة قوي في تكسير ونوع من أنواع الهيموليتك انيميا اسمه اكسترا زي ما هناخد ان شاء الله في الهيموليتك انيميا بتطلع مادة من الاربسيز اسمها المادة دي بتعملي صفار لبلازما في صفار هنا بس غامق طيب لو كانت البلازما برضو منها اصفل ومعكر في عقارها منها ليبميك ودي معناها انها فيها دهون كتير دهون كتير ودي في مرض اسمه أسيروثكروروزيس تصلب الشرايين والتفاعنس بس الدهون يعني مدهننا في عندنا عينة فيها دهون كتير في عينة مصفرة اسمها اكتيريك في عينة محمرة اسمها هيموليتك طبعا في فرق واضح جدا منه بين العينة النورمال لو حطينا صبعا بين وراء العينة اللي هي النورمال هنقدر نشوف الصابع بسهولة يعني ان البلازما بيكون كلير يلو كلير يلو اما لو حطناها وراء العينة اللي هي الاكتيريك وراء العينة اللي هي لايبميك فممكن ما نشوف الصابع نتيجة الايه الصفار الزايد في الاكتيريك والعكارة الزايدة في الايبميك اشتركوا في القناة